المترجم للقناة أما جنوبا أمطار رعدية مرتقبة على مناطق الجنوب الغربي من تندوف نحو بشر قد تمتد هذه الأمطار تدريجيا نحو شمال الصحراء ومنطقة الوحات وهذا خلال الليل بإن الله سحب من النوع العالي تميز مناطق وسط الصحراء وأقصى الجنوب تبقى بدون فعلية كما ستنشط بعض الزوابع الرمدية المحلية بأقصى الجنوب الصحراء الوسطى والجنوب الشرقي الحرارة خلال ليلة اليوم تبقى دون سفر على المناطق الداخلية أربع درجات تحت السفر بمدينة باتنا وسطيف درجة واحدة تحت السفر بسعيدة والبيت ما بين ثلاث درجات إلى ثمانية بسواحل في حدود أربع درجات فقط بكوليم البشار غردايا وورقلا سبع درجات بتندوف عشر درجات بالصحراء الوسطى وترتفع إلى ثمانية عشر درجة بأقصى الجنوب أما خلال ظهيرة الغد ارتفاع طفيف سيسجل في درجة حرارة خلال الظهيرة بإن الله لكن تبقى البرودة محسوسة بالبيض والجلفة مقاييس ما بين ستة إلى ثماني درجات بينما اتنة عشر درجة منتظرة بقسنطينا أربعة عشر بيتزيوزو مقاييس ما بين خمسة عشر إلى تمانية عشر درجة بسواحل تمانية عشر درجة أيضا بتنمسان وتبقى أجواء باردة تميل شمال الصحراء اتنة عشر درجة فقط بغردايا خمسة عشر بكل من تندوف الواد المغير وورقلا سبعة عشر بيديزي تمانية عشر درجة بالصحراء الوسطى ترتفع إلى ستة وعشر درجة بمرتفعة الهوغار وأخيرا تفوق ثلاثين درجة بأقصى الجنوب أما البحر سيكون مطارب خلال يوم الغد خاصة خلال الصبيحة بسواحل الوسطى والغربية حتى الرياح تكون قوية نسبيا من شرقية إلى شمالية شرقية أما على سواحل شرقية البحر سيكون من قليل الاتراب إلى مطارب محليا الرياح تبقى ضعيفة من شرقية إلى جنوبية شرقية